عودنا لكم مجددا أحباء المشاهدين كان هذا جزء من كلمة المهندس محمد محمود العربي رئيس مجلس دارة شركة العربي ونجل الحج محمود العربي منشئ هذه الشركة وامبراطور صناع المصرية كان في هذه الكلمة ذكر المهندس محمد بأنه بالفعل سيتم إرسال جميع الرواتب للعاملين في منازلهم بالرغم من توقف الشركة عن العمل الخوفا من تفشي فيروس كورونا بين العاملين هذا الأمر لاقا استحسانا كبيرا من قبل النشطة دعونا نلقي نظرة على التغريدة التي لدينا والتي بالفعل تشيد بما فعله الحج محمود العربي في التغريدة الأولى والتي أتت تحت هاشتاج محمود العربي شكرا لهذا الرجل الفاضل الذي اختار التجارة مع الله وزهد في الميديا وحياة الشهرة ومن تلك التغريدة إلى تغريدة أخرى أيضا أثنت على فعل الحج محمود العربي وعلى شركة العربي مع العاملين أحمد نشأت كتب ليقول في حب محمود العربي وأولاده نموذج المصري ابن الأصول وقت الشدة هنلاقي دايما موجود كانت تلك التغريدة من جانب أحمد نشأت على النقيد شاهدنا هجوم كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي أتى من قبل النشطاء في مصر ضد رجل أعمال نجيب سويرس حينما طالب الحكومة المصرية بضرورة رفع الحظرة وعودة العمال للمصانع حيث قال بأن هذا الأمر سلبي للغاية كما أنه قرر أيضا اقتطاع نصف الراتب من العمال وذلك بدعوى أنهم يتشاركون هذه الأزمة هذا الأمر جعل هناك هجوما كبيرا من قبل النشطاء على سويرس أيضا رجل أعمال المصري حسين صبور والذي طلب الدولة بضرورة عودة العمال للمصانع ورفع هذا الحظر قائلا إيه يعني لما يموت شوية مقابل أن البلد تعيش هذا ما ذكره بالنص هذا الأمر لقى انتقادات واسعة وكبيرة من قبل العمال والنشطاء في مصر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر